قاذف بوك هو قاذف صاروخي متوسط المدى صمم للاشتباك مع جميع الاهداف الجوية والارضية والبحرية والهل المعلق والصواريخ الباليستية والطوافة ويستطيع كشف وتتبع عدد اربعة اهداف واطلاق حتى عدد ثمانية عناصر صاروخية في نفس التوقيت بمساعدة قاذف التحميل قاذف البتشورة المدور هو نظام صاروخي ذاتي الحركة محمل على عجل لتحقيق سرعة التحرق والمناورة ونصب الكمائن ويمكنه التعامل مع الاهداف الجوية والارضية والبحرية ومزود بعدد اثنين شعاع لاطلاق عدد اثنين صاروخ بفاصل خمثة ثانية بين الاول والثاني المظلات النقلة الاولى محملة على ارضياتين اسقاط ثقيل تم تجهيزها بقاذفين اهرام رباعي مطور محمل على مركبة تي جي ال لمدى يصل 3000 متر ومعدل اطلاق اثنين صاروخ في الدقيقة الواحدة ويزيد من قدرة قوات المظلات على العمل ضد العناصر المضرعة والميكانيكية للعدوة ويتراوح وزن الحمولات المسقطة بارضيات الاسقاط الثقيل من 2200 رطل حتى 35000 رطل النقلة الثانية محمل عليها نماذج لعبوات الامداد المتوسط A22 وتستخدم لامداد القوات المسقطة بالحمولات المرافقة من الاسلحة والاحتياجات الادارية بما يمكن القوات من مواصلة اعمال القتال لفترات زمنية اطول وتراوح وزن الحمولات المسقطة من 500 الى 2200 رطل المعدد دلتا سكايبر احدث معدات الطيران الشرعي المستخدمة بقوات المظلات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة ويصل مدى العمل للمعدد دلتا الى 400 كيلو متر قوات الصاعقة قاطرة الغواص طراز دي بي دي من احدث وسائل التصرب البحري التي تستخدمها قوات الصاعقة للوصول المخفي والمسطور لاهدافها وتنفيذ مهامها القتالية تحت الماء المعدد ساند اكس وهي تعد من ابرز وسائل التصرب البري ولها القدرة على الوصول للاهداف المعادية في جميع انواع الاراضي ومجهزة برشاش متعدد للتعامل مع العدو متوسيكلات الدفع الربعي والسداسي طراز بولاريس تستخدم في تنفيذ المهام الخاصة وغير النمطية القاذف الصاروخي المتعدد ار ال ايار 107 ميلي المطور بأيدي مصرية والمحمل على مركبة تويوتا لاند كروزر هو قوة النيران الرئيسية لقوات الصاعقة في تنفيذ مهامها القتالية يتميز بخفة الحركة والقدرة النيرانية العالية القاذف الصاروخي الثنائي المضاد للدبابات راز كونكرس والمطور بأيدي مصرية يعد السلاح الرئيسي لقوات الصاعقة للتعامل مع العنصر المدرع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المعدية البرمائية بي ام ام تو ام تم تطوير وسائل العبور باستخدام المعدية البرمائية بي ام ام تو ام روسية الصنع باكمالية حمولة 85 طن بدلا من المعدية جي اس بي حمولة 52 طن لتأمير عبور الدبابة ام وان اي وان كما تم تطوير كبار المواصلات والاقتحام سريع الانشاء بالامكانيات المحلية لتصبح حمولة 70 طن بدلا من 60 طن بتكلفة مالية اقل بنسبة 25% من التدبير الخارجي موسيقى آلة جرف كوماتسو دي 275 تم تطوير المعدات الهندسية لصالح عمال التأمين الهندسي باستخدام آلة الجرف الكوماتسو دي 275 ياباني الصنع حيث يمكن ازالة الاتربة بطاقة 600 متر مكعب على الساعة بدلا من 110 متر مكعب على الساعة بالاضافة الى تدريع آلات الجرف والحفارات بتكلفة مالية اقل بنسبة 75% من التدبير الخارجي موسيقى ناقل اتربة دمبر كاتر بيلر تم تحديث وسائل ناقل الاتربة بالدمبر كاتر بيلر امريكي الصنع والمركبات المرسيدس المجهزة قلاب للعمل بجميع انواع الاراضي بقدرات تصل الى 24 متر مكعب بدلا من 10 الى 15 متر مكعب مع تنفيذ اعمال الاصلاح ورفع الكفاءة بالامكانيات المحلية دون الاعتماد على التوكيلات الاجنبية موسيقى معدد تطهير الغام ارمي تراك تم تطوير اساليب تأكيد الجودة لتطهير حقول الالغام باستخدام معدد التطهير ارمي تراك انجليزية الصنع ذات التحكم عن بعض بمدى 1 كيلو متر وبعمق حتى 35 سنتيمتر كما تم تصنيع الخلايا الثاقبة لصالح اعمال التجهيز الهندسي والتخلص من القنابل المدفونة بالامكانيات الذاتية بتكلفة مالية اقل بنسبة 60% من التدبير الخارجي مركبة بعثرة الغام فهد تم تطوير وسائل رص الالغام باستخدام انظمة بعثرة الالغام ناثر اتنين المحملة على مركبة فهد بدلا من الوسائل اليدوية والميكانيكية وتتميز برص الالغام بمواجهات واعماق واسعة باسلوب غير منتظم مما يزيد من عرقلة تقدم العدو كما تم تطوير انظمة ناثر واحد اشتركوا في القناة